نواصل معكم الحرة ليلة من الولايات المتحدة إذ أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أعلن أن رئيس جو بايدن سيناقش مع دونالد ترامب أهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية والداخلية خلال لقائهما في البيت الأبيض الأربعاء المقبل وأكد سوليفان أن بايدن سيغتنم الفرصة لشرح نظراته للأمور من أوروبا وآسيا وصولا إلى الشرق الأوسط هذه التصريحات تأسي فيما تتزايد المخاوب بشأن السياسة الخارجية التي سينتهجها الرئيس المنتخب دونالد ترامب حال تسلمه لمقاليد الحكم وذلك وفقا لنيورك تايمز الأمريكية فقد بدأ قادة العالم في التقرب من ترامب استعدادا لولاياته الثانية فيما أوضحت صحيفة والسريت جورنال أن سياسة ترامب الخارجية ستتمحور حول الصفقة والرد عبر استعراض القوى الاقتصادية العسكرية للولايات المتحدة إضافة إلى زرع الخوف في نفوس الخصوم وانتزاع قدر أكبر من التسوية من الحلفاء فما هي ملامح سياسة دونالد ترامب الخارجية وكيف ستتعامل إدارته مع أزمة دولية متعددة وكيف يستعد قادة العالم لتعامل مع دونالد ترامب رئيسا جديدا للولايات المتحدة قد لا يفاجئ كثيرين حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو عن اتصالات مستمرة وتوافق تام مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب سواء بشأن ما وصفه بخطر إيران أو فرص السلام الإقليمي فتفضيل نتنياهو فوز ترامب كان محورا لتسريبات إعلامية متقاطعة لكن هل يترجم هذا التأييد الضمني والحديث عن تفاهمات إلى ضوء أخضر مفتوح الآجال للحروب المندلعة راهنا في الشرق الأوسط تتبين تقييمات الخبراء في هذا الشأن فنيويورك تايمز تنقل مثلا عن بعضهم بأن ترامب الذي خلط فوز حسابات العديد من حلفاء أمريكا الغربيين والأطلسيين قد يكون نتنياهو لديه ضمن دائرة ضيقة من الزعماء المحضيين أما والستريت جورنل فتتحدث عن مسارين متوازيين قد يتبعهما ترامب مع نتنياهو يحظى أولهما وتحديدا مجابهة التهديد النووي الإيراني حتى بالقوة إذا لزم الأمر بضوء أخضر من واشنطن بينما تتوقع أن يشدد ترامب الضغوط على حليفه لإنهاء حربي غزة ولبنان وإفساح المجال أمام استئناف قطار التطبيع الذي سيشمل السعودية هذه المرة وإيران تبدو مرشحة لأن تكون في عين العاصفة في عهدة ترامب الثانية على ما يجمع الخبراء فهناك عودة مرتقبة لسياسة الضغوط القصوى التي تزاوج بين تشديد العقوبات والضغوط الاقتصادية وبين الردع العسكري ومحاولات العزل مع حرص على تجنب المواجهة العسكرية المباشرة والاتكاء على سياسة العصى قد يكون عنوانا بارزا لعهدة ترامب الثانية لكنه قد يوائمها على ما تقول والسري جورنل مع تفاهمات ثنائية تضعف جبهة خصوم أمريكا التقليديين على غرار إحياء الاتصالات مع روسيا بحثا عن صفقة يدعمها ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا مقابل تشديد الخناق على أقرب حلفاء موسكو كالصين وإيران إلا أنه مسار لا يخلو من مشقات حسب الصحيفة لسيما في عالم متحول تعمق فيه التعاون العسكري والاقتصادي بين محور الخصوم كروسيا وإيران والصين وكوريا الشمالية وسياسة الضغوط قد تلاحق أيضا حلفاء أمريكا الغربيين حيث تزيح نيويورك تايمز الستارة عن خطط يجري أعدادها من كندا وصولا إلى أوروبا وكييف لاستمالة وإقناع ترامب بجدول إبقاء على التزامات واشنطن تجاه الحلفاء وللمزيد حول هذا الموضوع نضم إلينا مباشرة من برلين رافايل بوصين الخبير في شؤوني وسياساتي لاتحاد الأوروبي أهلا بك على هواء الحرة كيف يستعد قادة أوروبا بشكل خاص ربما قادة العالم لإدارة ترامب للفترة الثانية لإدارته هذا يعتمد على أي دول دولة تنظرين إليها بعض الدول مثل المجر وتترأس الاتحاد الأوروبي اليوم كانت قد تكهنت على فوز ترامب واعتمدت عليه والآن تسعد لتغيير في الإدارة ويأملون أن هذا الفوز سيدفع بأجندتهم المثيرة للجدل في داخل الاتحاد الأوروبي أما بعظم القادة الأوروبيين يشعرون بالقلق ويحاولون التنصيق وتنصيق مواقفهم الأوروبية وهذا مفعم بالتحدي الآن يكمد الأمل على بولندا فتتبوأ بولندا الرئاسة للاتحاد الأوروبي في العام القادم عندما يدخل ترامب سدة الحكم وبولندا تدعم أوكرانيا وتريد الكفاح ضد روسيا ربما تعامل ترامب مع فرنسا وبريطانيا وقادة الناتو سينسق جبهة أوروبية قوية قدر المستطاع ولكن نرى في ذلك تحدي في الوقت نفسه إن ألمانيا هي مثل البطة العرجاء مع انهيار الحكومة إذن ليس هناك استفاف أوروبي واضح حتى الآن وسنرى في السنة القادمة مدى الوحدة في سفوف أوروبا ابقى معي وداني أرحب بضيفي من ميران ديفيد ديراشا الخبير في شؤون العسكرية والأثاث بجامعة الدفاع الوطني أهلا بك سيد ديراشا على هواء الحرى انضممت لتو إلينا ملامح سياسة دونالد ترامب الخارجية في هذه المرحلة يعني كيف تعتقد أنها ستتغير حيال ما نحن فيه الآن بفك شكل مفاجئ ستتغير قليلا جدا إن أهداف السياسة الخارجية الأمريكية ستبقى على نفسها وهناك تماشي بين إدارتين بايدن وترامب حول الأهداف الوطنية إن التغيير سنراه في نهج المفاوضات والعقوبات مثلا عندما ننظر إلى إيران يبدو أن إدارة بايدن قضت الكثير من الوقت لإعادة إحياء الاتفاقية الشاملة النووية أما ترامب فينظر إلى فرض العقوبات الشاملة على إيران منذ اليوم الأول ويريد أن يفاوض من موقف قوة ولكنه سيدخل في المفاوضات أيضا أعتقد بأنه سيكون هناك استراتيجية للانتصار في أوكرانيا وتعزيز موقف أوكرانيا وبالهدف أن يتم التفاوض مع روسيا من موقف قوة بالنسبة للصين الكثير من الأمريكيين يرون الصين على أنها تهديد كبير بحد اعتقادي لن نرى فرقا بين سياسات بايدن وترامب هناك جبهة موحدة تجاه هذا الموضوع أخيرا إنما نظرنا إلى حلف الأطلسي الناتو نرى رغبة بأن يطلع شركاء أمريكا بدور أكبر في الدفاع عن نفسهم في نهاية المطاف إنه أسلوب سيستخدمه ترامب لتحقيق الهدف الذي عملت عليه الولايات المتحدة لإدارات كثيرة سيد بوسينج أعود إليك مرة أخرى أنت معنا مباشرة من برلين يعني الصحف هنا والستريت جورنل تتحدث عن أن سياسة ترامب الخارجية ربما ستتمحور بشكل أكبر حول أستفقات وردع أي أننا سوف ننحو ربما بشكل أكبر نحو الدبلوماسية لأي مدى تعتقد سيد بوسينج أن الأزمة الأوكرانية تحديدا قد يفيد بها مثل هذا المنح الدبلوماسية طبعا تعتمد على تعريفاتها سنشهد ربما المزيد من استمرارية لما ذكر في الحملة الانتخابية ويمكن أن نتأكد وأن نكون واثقين مقارنة مع عهد ترامب الأول أولا ستكون أكثر متشددة على جبهات متعددة داخلية وخارجية في الوقت نفسه لقد أثبت مرارا وتكرارا بأنه لا يمكن التنبؤ به وبما سيفعله إن ترامب يحب الصفقات وإن قدم إليه صفقة جيدة للناتو أو تجارة أو ما له علاقة بأوكرانيا سينظر فيه وهناك فسحة للمفاوضات طبعا هذا أمل نبقي عليه أيضا أوكرانيا تريد أن تكون مستعدة لذلك ويقولون أنهم تواصلوا مع إدارة ترامب ولكن في الكواليس هناك الكثير من الاستياء طبعا نأمل بأن أوكرانيا والأوروبيين سيتمكنوا من تقديم شيء ما للولايات المتحدة ويظهرون لإدارة ترامب بموقف يمكنهم استخدامه لتفاوض موقف قوة أما الآن فيصعب تكاهن بذلك وكما استمعنا إلى ترامب جونيور وما يصرح عنه فهذا يصير القلق ولكن ما قد تتسم به المرحلة القادمة هي عدم إمكانية التكاهن بما قد التنبؤ بما قد سيحدث يعني سيد روش دايفي من برلين ذكر عبارة لا يمكن التكاهن ربما لثلاث مرات مرة رابع أضيفها الآن تلك التي أعلنها الكريملين حينما قال إنه يرى إشارات إيجابية في موقف رئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بشأن أوكرانيا وحذر أيضا الكريملين من صعوبة التنبؤ بما سيكون عليه سلوكه عند توليه لهذا المنصب إلى أي مدى نستطيع أن نقارن بين مواقف ترامب إبانا الفترة الأولى في 2016 والفترة الجديدة التي سوف تبدأ في يناير المقبل إن الفرق الكبير يكمن فيما يلي في العام 2016 لم يكن ترامب مستعدا وجاهزا للحكم وممارسة الحكم وتفاجأ آنذاك بأنه قد ربح الانتخابات ولم يكن له فريق جاهز وزير خارجياته السابق راكس تيلرسون ظهر بعد ذلك وبعد ذلك لم يظهر ترامب ثقة فيه اليوم في هذه الجولة هو جاهز لممارسة الحكم ولديه أشخاص يثق بهم لتنفيذ أجندته وجزء كبير من أجندة الأمن القومي التي يستشرفها له علاقة بالضغط الأقصى على إيران يريد أن يرى رجاح هذا الموضوع وكذلك تأكيدا على رؤيته من عهده الأول بالنسبة للناتو حلف الأطلسي يرى نفسه على أنه يمحو أخطاء إدارة الرئيس بايدن أفغانستان كانت مهمة للناتو الحلف الأطلسي عندما قرر الرئيس بايدن بالانسحاب أحاديا من أفغانستان لم يتشاور مع أي من دول الناتو الحلف الأطلسي وواجهت آنذاك تلك الدول أمر واقع فرضته الولايات المتحدة أعتقد يمكننا التنبؤ بأنه يريد من الشركاء الأوروبيين أن يتحملوا المزيد المسؤولية بالنسبة لمسألة الدفاع ويريد أن يقوي من القاعدة الصناعية العسكرية لتكون قادرة على الصمود أمام نزاعات كبرى مثل ما نراه في أوكرانيا سأخذ منك هذه جملة سيد دراش وأتوجه بها إلى ضيفي من برلين هذه المرة يعني ضيفي يقول من الولايات المتحدة من ميرلاند يقول أن ترامب في المرحلة المقبلة أو لدى التوليه لمقاليد الحكم يتوقع أن يرى المزيد من المساهمة من قبل الحلفاء في الناتو وتقوية للصناعات الدفاعية ما الذي بإمكان أوروبا أن تقدمه في هذه المرحلة ربما لاستدامة هذا التحالف أو لتقوية هذا التحالف سيد بوسينغ هذا يمكن التنبؤ به لقد استمعنا إلى كل هذه الضجة من قبل وكان يتعين على الدول الأوروبية أن تستعد لذلك وبذلك لا يمكن أن نحمل كل ذلك على كاهل الإدارة الأمريكية أما بالنسبة لمطالب سيد ترامب أوروبا ليست جاهزة طبعا هناك خطط وخطط بدأت في الخريف وقد تم تعيين مسؤول عن الدفاع وهناك متابعة لمسألة قطاع الصناعي العسكري وتم إنشاء صناديق على المستوى الأوروبي لتمويل هذه المشاريع بعض الدول مثل بولندا قد دخلت في الديون لزيادة الإنفاق الدفاعي ولكن دول كثيرة في أوروبا ليست جاهزة منها ألمانيا وتواجه خيار إما زيادة الإنفاق الدفاعي وزيادة الديون أو تحدي آخر طبعا مسألة المال ليست المسألة الوحيدة اليوم لقد أصبحت هذه الأمور حقيقة وفي الشهرين القادمين سنرى إن كان سنشهد زخما في أوروبا أوروبا قادرة ماليا ومقتدرة ماليا لتحمل هذه المسؤولية ولكن هل نحن جاهزون ولكن هذا غير مضمون حتى الآن سيد بوسين دعني أصدح منك هذه النقطة إن كانت أوروبا من وجهة نظرك هي قادرة مديا فلماذا هي ليست جاهزة هل هي عدم رغبة نعم المال ليس كل شيء نحتاج إلى قدرات ملموسة على مستوى القطاع الصناعي الرغبة السياسية غير موجودة والتهديد لا يستشعر بنفس الجدية في بولندا يشعرون بذلك أما في دول أخرى لا يشعرون بذلك وهناك دول لا تريد ذلك مع روسيا وإن تجهنا إلى جنوب أوروبا فهذا الموضوع ليس بالملح وهناك دول أوروبية لا تريد مقارعة روسيا إنه تحدي ومع ذلك أشعر بالتفاؤل ولست متشائما كثيرا سيد دراشي هل أنت تشارك ضيفي من برلين نفس التفاؤل حيال الفترة المقبلة بين إدارة ترامب وبين العديد من دول أوروبا إن من الأمور المثيرة للاهتمام إن سألنا أي زعيم أوروبي في السر فهم لا يحبون ترامب ولكن قبل الاشتياح أكرانيا تمكنوا من جعل حلفاء الناتو أن ينفذوا كل ما أراده كل رئيس منذ ترومان وهو زيادة الإنفاق الدفاعي لقد شكلت الحرب في أكرانيا تحفيزا لتسريع وطيرة هذا الملف قد نشهد بعض المفاجآت عند حد ما والديبلوماسيون سينظرون إلى المرحلة القادمة وسيواجهون رئيسا قد يتحدث عن أمور كثيرة في لحظات سريعة وعليهم أن يحزروا ويتحزروا ما هي الأولوية ولكن في نهاية المطاف سيعكس المصلحة الأمريكية وذلك بغض النظر عن من هو في البيت الأبيض قد تتفاوت الأساليب ولكن السياسة الخارجية أطرها ستكون هي ذاتها شكرا لك ضيفي من برلين رافيا البعصينغ الخبير في شؤون وسياسات الاتحاد الأوروبي سادي راش أدعوك للبقاء معنا شأن أمريكي آخر في انتظارك معنا طبعا